منظر صعب طبعا لكن تخيل أنت تتمشى في أحد شارع مصر تجد هذه القمامة على جانب الشارع أو كما يسميه المصريون مألب زبالة أزعجك المنظر وتريد تخلص من تلك الزبالة لك كيف يمكن أن تفعل ذلك تأخذ هاتفك المحمول وتقوم بالتصوير هذه القمامة مثلا بعد تصويرك لها تقوم بإرسالها بإرسال الصورة وبعدها تختفي هذه القمامة سبحان الله كيف حدث ذلك دوار طبعا تطبيق جديد في مصر يمكنك عبره الإبلاغ عن القمامة ليتم تنظيف الخطوة الأولى هي أن تأخذ الصورة وتصورها ثم تقوم بإرسالها ثم يلتقط يقول لك التطبيق انتهت المهمة يلتقط الموقع الصورة من خلال جي بي أس أو موقع الصورة بعد تلقي التطبيق الصورة التي أرسلتها له أمر التنظيف يصدر وبعد الانتهاء من عمل التنظيف يرسل لك التطبيق صورة المنطقة بعد تنظيفها يعمل هذا التطبيق فقط في القاهرة وفي مناطق منها دعونا نمر على هذه الصورة مرة أخرى هذه الزبالة نفس الشارع هذا الشارع نظيف بعدما أرسلت لهم الصورة المعادي وطورة يعمل في هذا التطبيق ولكن هناك خطط لتوسعته وتغطية أحياء أخرى من القاهرة معنا مصمم هذا التطبيق أو الابليكيشن الذي يسمى تطبيق دوار مصطفى خيرت مرحبا بك مصطفى ما الذي أوحى لك بهذه الفكرة في البداية؟ لا في البداية فيه كان بيبقى محتاجين فيه كده كده إذا فيه بروسس اسمه الرصد والمتابعة بيبقى ما بين الجهة الحكومية والشركة النظافة اللي شغالة عشان زي لتقييم الأداء الشركة اللي شغالة فإحنا بس عملنا ديجيلايزين يعني للسيستم ده اللي هو يبقى ثرو تشانلز موضحة علشان يبقى فيه نظام رصد ومتابعة ومرقبة ديجيتل وفي نفس الوقت ده ده برنامج اسمه أدابت فيه برنامج اللي هو دور ده برنامج السكان اللي احنا بنحاول نشرك السكان المنطقة في برضو في تقييم أداء الشركة اللي شغالة هذا الجانب التقني من التطبيق ولكن ماذا على الجانب العملي من ينظف هذه الشوارع من يدفع لهم من المستفيد كيف يستفيدون ديش الشركة النظافة اللي شغالة في المنطقة اللي هي مثلا في الحالة دي في الكاهرة هي هي هيئة النظافة فإحنا شغالين ما كنا نعملين بروتوكول مع الوزارة البيئة المصرية اللي احنا نديفالب ونديجيلايز موضوع البرنامج الرصد والمتابعة ويبقى عن طريقة آلية يعني ما يبقاش بتقارير أو نظام ورقي فبنفس الطريقة برضو على نفس النمط ده حاببنا ندخل برضو صوت السكان اللي هم يخشوا ويقيموا أداء الشركة اللي شغالة فبالتالي اللي حالتك الصورة اللي بتصوريها دي بتروح للجهة الحكومية اللي هي اللي بتقوم بالرقابة وبتروح للشركة النظافة اللي شغالة اللي في الحالة دي هي هيئة نظافة الكاهرة طيب لماذا فقط مختصر على حياني فقط المعادي وطراء الأحياء الثانية البقية مثلا بولاء مثلا المطرية يعني هيحصل لهم ايه لا موحاتك لك يا انت تخيالي احنا احنا بدأنا يعني على كذا حاجة احنا كده كده ان شاء الله كنا داخلين مع خطة مع الوزارة وبعدين طالعين بإذن يعني لسه القصة دي ما توضحتش قوي بس التوسع ان شاء الله يعني احنا كشركة يعني عاملين حسابنا ونفسينا ان شاء الله نبقى على مستوى الجمهورية كله وفي نفس الوقت المعادي برضو يعني ما كان كويس جدا واحد يبتدي منه بحيث اللي برضو اللي فيه نسبة مشاركة على الابليكيشن والسمارتفونز عمتا كتير وبرضو اللي فيه شركة قراري شغالة هناك جهية النظافة وفبدأنا معهم الصورة اللي بتيجي دي بتروح لجهية النظافة وهم اللي بيكونوا يقوموا بحلها وبعدين زي ما حتك متخيلة برضو ان الحاجة زي كده دي هتفتح مصمم تطبيق دور طبعا والمشرف علي شكرا جزيلا لمشاركتك في مدنامجة غندنك